تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أقامت هيئة البحرين للثقافة والأثار احتفالاً بقلعة عراد بمناسبة اختيار مدينة المحرق حاضنة الحفل عاصمة للثقافة الإسلامية في العالم العربي لعام 2018 حيث مثل جلالته وحفظه الله بافتتاح الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وقد عبر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة الهمة مؤكداً أن اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أسيسكو مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية في العالم العربي يأتي اعترافاً وتقديراً لتنوعها الثقافي الغني وتراثها وتاريخها العريق في منطقة الخليج العربي كمركز سياسي وثقافي وتجاري واقتصادي تشهد به آثارها المتعددة عبر العصور وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بأصحاب المعالي والسعادة ضيوف الحفل وزوار البلاد وبإطلاعهم على ثقافة وحضارة وتراث المدينة التي كانت في يوم من الأيام العاصمة الرسمية للبحرين وأضاف سموه أن المدينة وبموقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي لمملكة البحرين والتي تضم شارع لولو المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة آل يونسكو ومواقعها التراثية والتاريخية قد أهلها بأن تتبوأ هذه المكانة العالمية معبرا سموه عن الشكر والتقدير لجهود هيئة البحرين للثقافة والأثار ولمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس الهيئة وفريقها العامل لتعزيز وإبراز حضارة وتراث البحرين العريق كوجهة سياحية إقليمية وعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رزها الجولة التاريخية في زوايا المحرق إذ بين سطورها هناك ما تشاء من المعاني تحية اليوم برعاية سامية من جلالة الملك المفدى وتمثيل سمو الشيخ محمد بن مبارك هذا المساء حفل مع كل وزراء الثقافة من الدول العربية وننتظرهم أيضا في احتفالية أخرى في 28 نوفمبر سيكون ترشين مشروع طريق اللؤلاء برعاية سامية من جلالة الملك وأيضا مؤتمر لوزراء الثقافة تصديفهم مملكة البحرين مؤتمر استثنائي دعت إليه المنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم الأسسكو نحن اليوم نحتفل بالمحرق عاصمة لثقافة الإسلامية في هذه الخيمة التي تشهد كثير من الفعاليات والأنشطة على مدار العام هي دعوة لكل مواطن بحريني لكي يزورنا سواء في خيمة عراد أو في متحف البحرين الوطني أو في الأنشطة المقامة بهذه المناسبة ضيوف وسياح من مختلف الدول جاءوا ليتعرفوا على أطلال مدينة لمع بريقها مجددا لما تليه المملكة لها من عناية واهتمام يشترط في العاصمة أن تكون ذات عراقة تاريخية وأن تكون أيضا لها إسهامات في مجال الثقافة والفنون والآداب والمعرفة الإنسانية وأن تكون لديها معالم تاريخية وحضارية وأن تقام فيها مهرجانات واحتفالات ومعارض للكتب والفنون على اختلاف أنواعها والمحرق تتميز أيضا من بين العواصم في العالم الإسلامي بهذه الخصائص وهذا ما يميزها ويجعلها مؤهلة لأن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية كانت العاصمة الأولى ومثل ما قال جلالة الملكة لحفظها في كل المناسبات التي نحظى بالتشرف بالسلام عليه يعني مدينة المحرق هي أم المدن والمدرسة الوطنية وإن شاء الله بإذن الله تتحقق آمالنا يعني ونعيد بتضافر الجهود لمحرق العزيز العتيقة فرجانه وكل ما تحمل من إرض عندما نأتي بالمحرق كمدينة لديها الكثير من الأصالة والكثير من القدرة على تغيير هذه المفاهيم نتطلع إلى عام مليء بالأحداث والقدرة على تغيير النمطية والصورة الصورة التي شاهدناها اليوم يا هذا المساء الوحده مفادها بسيط جدا كان شعبنا وكانت ثقافتنا مليئة بالفرح والابتسام والغناء والموسيقى مشاريع عدة على مدار العام تنتظر الضوء الأخضر لتشوعى في سماء البحرين برونقها المفعم بإيهابها وبهائها نعم هي عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018 كيف لا وهي مركز إشعاع حضاري وثقافي وفني تميزت منذ القدم بتراثها وإرثها المستمد من قيم الإسلام السمحى وعروبتها الأصيلة لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر